اشتركوا في القناة من الرجال او النساء يعرف ايه التكة دي ان طريق الالتزام في اوله ايه صعب سنة عايز منك شوية تصبر عايز منك شوية سبات تحس ان انت مستغرة بالوضع مستغرة للجو تسمع قرآن بتصلي بحافظ على الصلاة تحس ان الجو ده غريب شوي عليك لكن بعد فترة بتتزوق حلوة الايمان طريق المعصية عكس كده ممتع في الاول كل شوف ملزات في الاول لكن بعد فترة تبدأ تحصد الندم وده اسأل اي حد يعني له تجربة في ما ذكرناي هيدي لك الخلاصة هيقول لك بلاش بلاش ليه لان هو مش سعيد وما وصلش ومش هيوصل طول ما هو بعيد عن الله عز وجل يبقى دي الخلاصة يبقى انت لازم تعرف ان انت بس الطريق الى الله عز وجل اه في الاول صعب شوي لكن بعد كده رائع وسهل وبعد كده الموضوع بالنسبة لك ممتع انت متقدرش اصلا تستغنى عنه وطريق المعصية العكس حلوة خلاص في الاول وزيك ان يسع سلم لما تكلم قال حفت الجنة بال مكاره تحس انه صعب كده في الاول وحفت النار بالشهوات ما الشهوة لو ما كانتش حلوة في الاول كده انت مش هتروح لها اصلا لكن في الاول كده بيبقى لها لزة ولها متعة لكن لو انت عاوز تستفاد اسأل واحد جرب وعد مراحل في المعاصي وواحد دي لك المنخص النهائي يبقى الانسان اذا كان يبحث عن الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية فهي في ضاعة الله عز وجل فهي في القرب من الله عز وجل خدها قاعدة هي ان اللي عاوز يعيش حياة طيبة صح يلتزم صح لان فيه ناس بتمشى على سطر وتسيب سطر وتقول لك انا محسس ان انا ما عاشتهاش صح انت لو فيه سلم درجة ودرجتين من شلين هتوسط صعب وممكن خطر ان انت ممكن تسقط هو نفس الموضوع لما تلتزم التزم صح علشان تعيش صح علشان تعيش صح يبقى انت تلتزم صح ربنا قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايه كافة التزم التزم وما تخافش من فقد الله فماذا وجد ومن وجد الله فماذا فقد لو كنت قريب من الله عز وجل ولا يضر كلفاتك ولو كنت بعيد عن الله عز وجل ايه اللي حيفيدك اللي معاك بايه حيفيدك اللي معاك ففرخي